السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي في مدارس السابلة الصف التاسع سنكمل اليوم ما تحدثنا عنه في درسنا السابق الأبيات من واحد إلى سبعة من قصيدة في مدح سيف الدولة الذي كتبها الشاعر المتنبي يمدح فيها سيف الدولة الحمداني ننتقل الأبيات من البيت الثامن إلى البيت الرابع عشر الأبيات من البيت الثامن للبيت الرابع عشر سنقرأهم الآن قراءة جهرية صحيحة وجدتموهم نياما في دمائكم كأن قتلاكم إياهم فجعوا لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميت الضبع من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدني عندها طمعه الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبعه فقد يظن شجاعا من به خرق وقد يظن جبانا من به زمعه إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع ننتقل الآن لتوضيح معاني بعض المفردات في البيت التاسع معنى كلمة رمق أي بقية الروح وفي البيت الحادي عشر معنى لدنيا الدني هو الخسيس والوضيع في البيت الثاني عشر مصطاف أي موقع الإقامة في الصيف ومرتبع موقع الإقامة في الربيع في البيت الثالث عشر خرق أي طيش واستهتار وأيضا زمع الخفة التي تظهر في المعركة ننتقل الآن لشرح هذه الأبيات البيت الثامن وجدتموهم نياما في دمائكم كأن قتلاكم إياهم فجعوا يخاطب الشاعر هنا الروم قائلا إن الخائنين قد تخللوا القتلى أي دخلوا بينهم فتلطخوا بدمائهم وألقوا أنفسهم بينهم تشبهم بهم خوفا من الروم الخائنين المقصود بهم من سلمهم سيف الدولة إلى الروم أما البيت التاسع كما قال الشاعر لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا الميت الضبع أي لا تحسبوا أن من أسرتموه كان حيا إنما أسرتم من كان ميتا ولم يبقى فيه رمق أي لم يبقى فيه حياة ولا روح فلو كان حيا لضعفتم عن أسره وعجزتم عن قتله فإنما أنتم كالضباع التي تهابوا الحي وتحذره وتتصلت على الميت فتأكله ينتقل الشاعر في البيت العاشر إلى مدح سيف الدولة فيقول من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه أي من حل في الفضاء لمحلك ويقصد بهذا سيف الدولة واشتهر بالشجاعة اجتهارك فلم يبقى له في الشرف غاية يبلغها فترفعه ولا للعيب إليه سبيلا فيضعه أي أنك يا سيف الدولة قد وصلت وبلغت مرحلة الكمال فلم يبقى لك في الشرف غاية فقد بلغتها ولا للعيب إليك سبيل فيضعفك ويضعك ننتقل الآن إلى البيت الحادي عشر يقول ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدني عندها طمع أي ليت الملوك في عطاياها جارية على قدر من تعطيه بمعنى أن تكون العطايا على حسب القدر والمنزلة فلم يكن للأدنياء طمع في فضلهم ولا لأهل الجبن نصيب في بذلهم وأشار بهذا إلى من فر عن سيف الدولة من فرسانه الذين كان يؤثرهم بالإحسان ويخصهم بالتوسع والإنعام البيت الثاني عشر الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطف ومرتبع يقول الشاعر هنا لسيف الدولة بأن الدهر معتذر لأنه سمح للروم النيل من أطراف جيشك والسيف منتظر لإدراك الثأر فيهم واستعجال الانتقام فأرضهم مصطف لجيوشك ومرتبع لخيولك البيت الثالث عشر فقد يظن شجاعا من به خرق وقد يظن شجبانا من به زمع يقصد الشاعر في هذا القول أنه لم يمدح صيف الدولة إلا بعد التجربة فقد كان شجاعا في كل الحالتين وقت السلم ووقت الحرب ولكن قد يحسب الأخرق المتهور في الحرب من غير تدبر شجاعا في المقابل قد يحسب الشجاع إذا قدم بالتدابير اللازمة على الحروب أنه جبانا ينتقل الشاعر في البيت الرابع لتوضيح حكمة معينة يريد أن يصلها إلى نفس القارئ فيقول إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع أي ليس كل من يحمل السلاح شجاعا وليس كل ذي مخلب أسد فقد يحمل السلاح الجبان وقد يكون لغير الأسد مخلب